أوروبا وبخاصة فرنسا لن يقف جانبا حيالما يجري في لبنان وهو ما يؤكد أنهم لن يصمتوا عن تعطل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وإن كان عنوان زيارتهم التحقيق بالفساد المالي الوفود القضائية القادمة إلى لبنان منها وفد أوروبي وآخر فرنسي كلاهما سيقابلان القاضي طارق بيطار لعادة بعث التحقيق من جديد وتوقف التحقيق من انفجار مرفأ بيروت منذ نهاية 2021 بسبب ضغوطات وتهديدات تعرض لها القاضي بيطار وكذلك لرفض أطراف سياسية التعاون مع المحققين هذا الحراك القضائي الأوروبي صاحبه تحرك أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إذ عادوا إلى الشارع مع بداية العام 2023 أصر هؤلاء على تحريك التحقيقات ويترافق أيضا تحرك عائلات ضحايا المرفأ مع حراك قانوني آخر بدأه بالتوازي وكلاء دفاع عن بعض الموقفين السبعة عشر بحثا عن اجتهادات قانونية عسى تلك الاجتهادات تؤكد أن توقيفهم أصبح تعسفيا ومخالفا لمعاهدة حقوق الإنسان كل ذلك يهدف التوصل إلى إخلاء سبيلهم وأودى الانفجار بحياتي ما لا يقل عن مائتين وخمسة عشر شخصا بينهم أجانب وأوقع ألاف الجرحى والحق أضرارا بأجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية بيروت بعد فترة وجيزة من الانفجار عين القاضي فادي صوان كبيرا للمحققين لكنه لم يصمد أمام المقاومة السياسية فجرى إبعاده عقب توجيهه تهم لحسان دياب وبعض الوزراء وبعد صوان عين القاضي طارق البيطار فباشر تحقيقاته باستجواب أعضاء من حركة أمل وبعض الوجوه المتحالفة مع حزب الله ولأنه اقترب من أذرع إيران واجه بيطار مقاومة شريسة دفعت المجتبه بهم إلى رفع دعاوة قضائية ضده لإبعاده عن التحقيق في ملف انفجار المرفأ ومنذ ذلك الحين ظل ملف المرفأ حبيس الأدراج ينتظر من يعيده إلى الواجهة وهو ما يأمله بالطبع أهل الضحايا من الوفود القضائية الأوروبية ومن قاضي التحقيق الفرنسي وتحركهم المستمر